وقد شكل المنتدى الاقتصادية المغربية الغنية الأول مناسبة لعقد شركات مربحة وتحسين مناخ الاستثمار وتسعى غنية اعتمادا على مواردها الطبيعية وخاصة المياه إلى استقطاب الفاعلين الاقتصاديين بالمملكة ونسج علاقات استراتيجية وفق مبدأ رابح رابح كما قال رئيس الحكومة الغنية والمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا فيلو السجوة زميل محمد أنس طموح مساء الخير تحية طيبة لك جوهرة وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام سيد مزوار تحدث عن توقيع على 24 اتفاقية واحدة فقط لم تفعل بعد إذن هذا المنتدى هو فرصة سانحة لعقد استثمارات مربحة صحيح جوهرة فقد قدمت غينيا من خلال المنتدى الاقتصادية المغربية الغينية الأول ضمانات عدة من أجل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وفتح المجال أمام الدخول في مشاريع مشتركة جمهورية غينيا تسعى للمساهمة في النهوض بالمبادلات التجارية الإفريقية واستثمار كل الموارد الطبيعية لولوج أسواق غرب إفريقيا التي يفوق تعداد سكانها 300 مليون نسمة وقد أشهدت حكومة غينيا بدور الملك محمد السادس والرئيس الفكوندي من أجل تعزيز روابط التعاون وتنمية المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين المغرب أكد عزمه على مواكبة هذه الجهود استمعنا إلى تقرير فيز شفيق يقول أن الغينيا يمتلك الموارد والمغرب يمتلك فرصة التأهيل صحيح جوهرة وهذا ما أكده وزير الخارجي المغربي صلاح الدين مزوار الذي شدد على أن المغرب سيواكب هذا البلد الإفريقي في جهوده الرامية إلى إرساء الحكامة العمومية الجيدة وإطلاق برنامج للتأهيل الاقتصادي وتعزيز الموارد البشرية كما جدد مزوار التأكيد على استعداد المغرب للعمل مع الحكومة الغينية لبلورة نماذج جديدة للتمويل من بينها الشراكة بين القطاع العام والخاص ووضع الخبرة التي راكمتها المملكة في هذا المجال رهن إشارتها وكل ذلك من أجل تقديم نموذج يحتذا به في مجال تعاون جنوب جنوب عبر منح الأولوية لتكوين الرأسمال البشري والأمن الغذائي والكهربى القروية والتجهيز والقطاع المعدني والبحث المتواصل عن الموارد المائية والفلاحية بالبلدين وقد أشهد السيد مزوار أيضا بهذه المناسبة بموقف غينيا الثابت والمساند للوحدة الترابية للمملكة ما نصيب السياحة في هذا المنتدى؟ تصيب مهم جوهر فقد شكلت سبل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية غينيا في قطاع السياحة محورا هاما للمباحثات حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما لحصيلة التعاون الثنائي والانتفاق على مواصلة تنفيذ مقتضيات البرنامج التطبيقي في مجال السياحة برسم الفترة 2014 و2017 الموقع خلال الجولة الإفريقية للملك محمد السادس هذا العام قد أكد وزير السياحة المغربي لحسن حداد أن هذا البرنامج السياحي بدأ يعطي ثماره من خلال استقبال مزيد من الطلب الغينيين في المدارس المغربية للسياحة أو تنظيم ندوات تكوينية بالمغرب لفائدة أطر وزارة السياحة الغينية قد أعرب السيد حداد عن أسفه لكون غينيا تزخر بمؤاهلات سياحية همة ومتنوعة غير أنها تظل غير موظفة معربا عن أمله في أن تستفيد المملكة من استثمارات في المجال السياحي الصناعة التقليدية ذات صيد كبير الصناعة التقليدية المغربية طبعا هل تسعى غينيا لاستفادة من التجربة المغربية؟ هذا ما أكده مسؤولون غينيون جوهر الذين أعربوا عن رغبتهم في الاستفادة بشكل أكبر من التجربة المغربية الرائدة في مجال الصناعة التقليدية ويشمل التعاون الثنائي عدة مجالات منها تكوين موارد بشرية غينية وقد أكد المسؤولون الغينيون امتلاك بلادهم لمؤهلات كبيرة وامتنوعة في مجال الصناعة التقليدية وهو ما يؤهلها لتقوية التعاون مع المغرب وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكدت استعداد المملكة لتوسيع التعاون مبرزة في هذا السياق مختلف المشاريع والبرامج التي تم إنجازها أو في طور الإنجاز لتمكين الصناعة التقليدية من كل الشروط الاشتغال وقد تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة للمتابعة والتعاون بين البلدين في مجال الصناعة التقليدية إليك جوهر شكرا لك أنس